بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي تقدم فيه النيابة العامة بيانها حول مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله بيان من النائب العام أنه يلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 10-2-1440 الموافق 10-19-10-2018 وتاريخ 16-2-1440 الموافق 25-10-2018 بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوة الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية وفي هذا الصدد تود النيابة العامة لإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7-8-4-1 وتاريخ 8-2-4-40 الموافق 17-10-2018 ورقم 9-9-9-5 وتاريخ 16-2-4-40 الموافق 25-10-2018 ورقم 11-350 وتاريخ 22-2-4-40 الموافق 31-10-2018 تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم انتهى البيان أما الآن أقدم لكم إيجازا بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها النيابة العامة في هذه القضية من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل مواطن جمال خاشقي رحمه الله تم التوصل إلى النتائج التالية أولاً أن الواقعة بدأت يوم تسع طاعش 1.440 الموافق 29.9.2018 عندما صدر أمر باستعادة المجن عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة ثانياً أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات تفاوضي واستخباراتي ولوجستي واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترأس مجموعة التفاوض ليوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه ثالثاً قام نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكله بترأس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة رابعاً أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة وأن وجوده في الخارج شكل خطاً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة خامساً أن قائد المهمة تواصل مع خصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع لخصائي المشار إليه سادساً أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة سابعاً أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعدر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل ثامناً تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراق وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله تاسعاً تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم العاشراً أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية الحادي عشر أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم خمسة أشخاص الثاني عشر تم التوصل إلى أن من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه هو شخص واحد الثالث عشر تم التوصل إلى صورة تشبيهية لمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم الرابع عشر تم التوصل إلى أن من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى أن من رافقه وعددهم شخصان الخامس عشر تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها كما تم التوصل إلى أن من قام بتعطيلها وهو شخص واحد الثالث عشر أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذ الجريمة عددهم أربعة أشخاص السابع عشر تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل القيام بتقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة أما الآن نفتح باب لتلقي أسئلتكم